اشتركوا في القناة عن موهبة التمييز جاء في الموعظة على الجبل التي عطاها الرب يسوع لتلاميذه ومن خلال تلاميذه إلينا المدونة في الفصول خمسة وستة وسبعة من الإنجيل بحسب الرسول متى بإلنا كون ودعائك الحمام وحكمائك الحيات فنحن نتساءل متى يجب علينا أن نكون ودعاء ومتى يجب علينا أن نتصرف كحكماء أو حسب حكمة الرب الرب طلب مننا أنه نتعلم هتين الفضيلتين الوداعة والحكمة مرة واحدة فقط طلب مننا الرب بالإنجيل أنه نتعلم منه بيقول تعلموا مني فأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لأنفسكم لكن في بعض الأحيان قد يكون من الحكمة أن نتصرف بطريقة ما لكي نتجنب ونجنب الآخرين مطباط معيني مثلا عندما سأل بلاطوس الرب يسوع أثناء محكمته ما هو الحق لم يجبه كان لحكمة منه يمكن نحن ما فينا نعرف شو هي اليوم فمتى يمكن أن نتصرف بوداعة ومتى يمكن أن نتصرف بحكمة التمييز بينهما هو فضيلة يمن عليها الرب للأتقياء ولذلك جاء في كثير من كتابات القديسين أن موهبة التمييز هي من أهم الفضائل التي يمن عليها الرب يمن علينا بها الرب والتمييز هو لكي نقول كيف يجب أن نتصرف لما يعود لمجد الله ولمنفعة القريب ولعلاقتي أنا بنفسي وبالرب هذا سؤال صعب والجواب عليه لا يمكن أن يأتي إلا للي علاقتهم بربنا أوي لحتى لمن بيحكي يكونوا هني مهيئين من خلال الإصغاء الداخلي من خلال الأذن الداخلي أن يسمعوا ويميزوا أن ما يقوله لهم الرب هو بالفعل من الرب وليس من دغدغات الشيطان أو من الهنى أو من الأهواء المميتي أو من خلال المنفعة هذا مهم جداً 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 لأنه إذا كنا على هذه الموهبة أو من علينا الرب بهذه الموهبة نحن منكون بالفعل عم نقود الناس إلى دروب الخلاص هذا مهم جداً كمان لأنه عندما نميز منكون بالفعل صرنا كأنه عم نطبئ وصيته في صلاة أبانا الذي في السماوات لتكون مشيئتك في السماء كذلك على الأرض السماء هو عالم الله الذي نتوق أن نكون ساكنين فيه ونحن على الأرض والأرض هي العالم اللي ممكن يبعدنا إذا لم نكون حكماء عن الله الله معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة